وخطته في اطباق السيطرة على كامل الغوطة الشرقية الجيش العربي السوري يتابع تنظيفه لبلدات سكة والدلبة والمنصورة من العصابات الارهابية ويقضي على معظمهم ويعيد الامان اليها كما نظف بواسل نامط حين الحبوب ومحيطها في منطقة الوزلانية ودمروا نفقا للعصابات الارهابية بطول 200 متر في حرستة الزميل المراسل الحربي طاهر حيدر اعد لنا التقرير التالي الجيش العربي السوري وفي اطار متابعة اطباق قبضته المحكمة وحصاره للغوطة الشرقية والعمل على تنظيف مناطق تواجد المجموعات الارهابية المسلحة قام الجيش العربي السوري بالتقدم باتجاه بلدات سكة والدلبة والمنصورة في الغوطة الشرقية وتنظيفها من الارهاب والقضاء على اخر المجموعات الارهابية فيها واعادة الاستقرار والامانة اليها كما رافقت كاميرا الاخبار الجيش العربي السوري باتجاه منطقة الغزلاني وبالتحديد الى مطاحن الحبوب ومحيطها والتي اعاد بواسلنا الابطال الاستقرار والامانة اليها بعد محاولات العصابات المرتزقة الدخول الى المطاحن والسيطرة عليها وفي مكان اخر من ريف دمشق وبالتحديد في منطقة حرستا قامت قوات جيشنا الباسل بتدمير نفق بطول 200 متر وبعمق 10 امتار يصل بين جامع الايمان في المدينة وطريق دمشق حمص الدولي استخدمه الارهابيون للتنقل ونقل العتاد والذخيرة وتنفيذ اعمالهم الاجرامية قمنا بالسيطرة على الاستراد الدولي كان مقموص من قبل الارهابي في بساتين حرستا فقمنا سيطرنا على هذا النفق الضخم الذي كان ينقلون به العتاد الى المسلحين في البساتين قريب من ضاحية الاسد وهذا هو الاستراد الدولي اللي كان يقموص منه العالم المارقين على الطريق يوميا بشكل يومي كان القنص هاي المتاريس تبوت مسلحي قمنا سيطر عليها وحررناها باحد البساتين تم بعون الله البدء في تحرير بساتين حرستا القابون برزي وقد بدأت العمليات بالدخول الى منطقة البساتين وقد تمتلنا بعون الله من قتل العديد من الارهابيين في هذه البساتين التي تشكل نقطة استراتيجية للامداد وتدفق المسلحين الارهابيين ونقطة تواصل بين مسلحي برزي والقابون وحرستا مع الغوطة الشرقية وقد تمكننا والحمد لله من اكتشاف نفق من شرق الاستراد الى غرب الاستراد وبالعكس اعمال اجرامية وارهابية واوكار وانفاق ثقافة الارهاب واعوانه ودعمه لكن الجيش العربي السوري يقول كلمته في القضاء على الارهاب الذي يحاول تدنيس هذه الارض الطاهرة لاخبار التلفزيون العربي السوري طاهر حيدر ريفو دمشق ومن تقرير زميلنا طاهر الى تقرير اعدته الادارة السياسية حول تنظيف محيط مطاحن الغزانية من العصابات الارهابية المسلحة نحن الان برفقة مجموعة من قواتنا المسلحة تقوم بتجهيز لعملي قرب قرية سكة حاجة يتم التحضير لعملي قوي جدا للقضاء الارهابين المتواجدين في هذه المنطقة نحن الان نسير باتجاه تجمع الارهابيين نتقوم الان مجموعة من ابطال الجيش العربي السوري بمحاول التحطيم كمركز العدو الارهابيين والمرتزقة نحن الان مجموعة نحاول الاقتحام المباني وان شاء الله الامور تحت السيطرة والحمد لله رب العالمين جيشنا الباسل في قوته الكاملة وبعون الله سوف نقضي على هؤلاء الاشرار القائد الميداني يعطي معلومات بالانتشار والتوزح في المنطقة بعد الانتصارات الهائلة التي حققها رجال قواتنا المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية هم اليوم في قرية المنصورة يطويقون الارهابيين ويحاولون بحذر وبتقدم حذر دك اوكارهم والقضاء عليهم في هذه المنطقة وصلنا الان برفقة قواتنا المسلحة الى جانب خزان المياه هذه المنطقة كلها باتت اامنة وتحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري ضمن خطة الجيش العربي السوري لعد احكام السيطرة على الغوطة الشرقية وتحريرها من رجلس الارهابيين تم اليوم اقتحام مدينة المنصورة وتطهيرها من الارهابيين والسيطرة على كامل اجزائها ونحن الان نقف امام جامع المنصورة المعروف مراسل الاعلام الحربي في الادارة السياسية